انتهت 64% من اعمال انشاء سحارة اسفل قناة السويس الجديدة لنقل مياه ترعة سيناء من غرب القناة الى شرقها وزير راية دكتور حسام غازي قال خلال زيارات الاسماعيلية انه من المقرر انتهاء اعمال انشاء السحارة في اوائل يوليو المقبل اي قبل افتتاح القناة الجديدة بنحو شهر تقريبا بتكلفة 170 مليون جنيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة